اشتركوا في القناة دعنا نبدأ تفاصيل الجنرال بالأداء كنا شفنا التغيير الكبير بالأداء اللي صار على الاس 23 اولترا بالرغم من ان الجهاز اتشارك معظم المنصفات والتصميم مع الجيل اللي قبله بس الجهاز نجح نجاح مخيف حقق اقبال عالي ومبيعات رهيبة لسامسونج والسبب الاساسي وراء كل هذا هو الأداء لان الجهاز قدم أداء خرافي بالمهام المتعددة لوحدة المعالجة المركزية cpu ووحدة معالجة رسوميات gpu بنفس الوقت وفر عمر بطارية ممتاز بالطبيعي من تشوف هذا النجاح الرهيبي اللي حقق الاس 23 اولترا فالناس تتوقع ان تشوف نفس الشيوي الجيل الجديد الاس 24 اولترا بس بصراحة الواقع غير لان ظهرت تفاصيل توضح قوة وكفاءة الاس 24 اولترا القادم شركة ارم واللي ما يعرفها فيها شركة بريطانية تبتكر بنية المعالجات اللي موجودة بالتليفونات والأجهزة اللوحية والأجهزة اللي قابلة للارتداء علنت عن أحدث نوات لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات كولكوم وسامسونج رح تستخدم هذه البنية على السناب دراجون 8 جن 3 والأجزينوس 2400 والمعالجين رح يعملون على الاس 24 اولترا نبدأ اول شي بالكفاءة واللي تهم غالبية المستخدمين شركة ارم تدعي لنوات وحدة المعالجة المركزية الكورتكس اكس 4 واللي رح تكون مسؤولة عن المهام الثقيلة رح يصير بها انخفاض رهيب باستخدام الطاقة بحوالي 40% هذا يعني ان سلسلة الاس 24 رح تكون اكثر كفاءة باستهلاك الطاقة باداء المهام مثل الكاميرا والالعاب والمولتي تاسكن اما النواتين اللي تكون مسؤولة عن المهام اليومية مثل تصفح الويب وتطبيقات السوشال ميديا وغيرها رح تكون اكثر كفاءة بنسبة 22 و 20% على التوالي من النوات السابقة واللي المفروض هم تحسن عمر البطارية على الاس 24 بالنسبة للأداف فتدعي ارم انه رح يكون اكو قفز بنسبة 27% بالمهام المتعددة بالتالي وبشكل عام ارم ركزت على ان تجعل وحدة المعالجة المركزية الجديدة اكثر كفاءة مع قفزة محترمة بالعداء وهذا يعني ان الاس 24 اولترا رح يحصل على عمر البطارية افضل من الاس 23 اولترا واللي يتميز هو هم بعمر البطارية ممتاز شركة ارم قال نتهم عن نوات وحدة معالجة الرسوميات المالي بس لا سامسون قولها كوالكوم رح يستخدمون هذا المعالج على الاس 24 اولترا فما يحتاج ان سولف بيه وايه لكن بتسريبات سابقة ذكرت ان الرسوميات اللي موجودة على كوالكوم سناب دراجون ايجين 3 واللي رح يكون على الاس 24 اولترا رح تكون افضل بنسبة 50% من اللي موجودة على الاس 23 اولترا هذه نسبة رهيبة جدا توعدنا بجودة رسوميات عالية ورهيبة على السلسلة جديدة اما الخبر الثاني المهم الكبير اللي يسرب يخص الكاميرا واللي رح تجيبه سامسونج للاس 24 اولترا واللي رح يعزز بشكل كبير جودة الصور بتجربة المستخدم مثل ما تعرفون الاس 20 اولترا اول تليفون من سامسونج اجب عدسة بيروسكوبك زوم وبتثبيت بصري 4 اكس وسامسونج حسنته بالنوت 20 اولترا الى 5 اكس وبعدها سامسونج ضافت عدسة تليفوتو زوم بقدرة 3 اكس بالاس 21 اولترا للتكبير قريب المدى بجانب عدسة بيروسكوبك زوم 10 اكس للتقريب بعيد المدى وسامسونج استمرت باستخدام نفس هذه المتحسسات والعدادات خلال السنتين الماضية ولكن الاخبار الجديدة اللي تسربت من موقع غالكسي كلاب واللي يعتبر مصدر ممثوق باخبار سامسونج اكد ان سامسونج بالاس 24 اولترا رح تقدم اكبر تغيير بكاميرا الزوم على مدار الثلاث سنوات الماضية سامسونج رح ترقي الكاميرا المقربة او التليفوتو من 3 اكس الى 5 اكس وبالتالي رح تحصل على جودة صور ممتازة مع هذا الزوم من دون فقدان جودة بصورة اصدقائي هذه لحد الان احدث الاخبار اللي تخص الجنرال واكيد بعدها باولها ورح نشوف اخبار وتسريبات ثانية وايش جديد يطلع اكيد ما رح يفوتكم فلا تنسوا ان تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى ما يفوتكم ايش جديد تحياتي لكم في امان الله